بسم الله الرحمن الرحيم ابناء طلبات وطالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر اسماعيل حلمي رجعنا الترمي التاني ان شاء الله يكون ربنا ونفقكم في الترمي الاولان وتكونوا جدتوا درجات حلوة هنبدأ الترمي التاني مع بعض مع يونيت 7 ورحلة الفاصل الدراسي الثاني مع الوحدة السابعة تكنولوجي and the future بسرعة عائدتك اعذر لايك والشير والسبسكرايب عشان انقاذ توصل لكل اصحابك ولو استفدت من القناة اعرف اصحابك ويلا بينا نشوف بداية يونيت 7 زي ما شفنا اليونيت كده اليونيت بيتكلم عن التكنولوجيا في حياتنا ويلا بينا نشوف كده الفوكاب كلمات lesson 1 و 2 مع بعض هنا عندي كلمة هيد فونز سماعات الاذن هيد فونز ده ناون باسم انفنشن اختراع انفنشن اختراع ده اسم ناون اقصالي كلمة application معناها تطبيق على الهاتف او المحمول او الحاسوب يعني برنامج على الموبايل بتاعك او على الكمبيوتر ما عندي موتور بايك دراجة باخرية وهو الموتوسيكل موتور بايك دراجة باخرية هليوكوبتر هليكوبتر هليكوبتر طائرة مروحية اللي هي الطائرة هليكوبتر وعندي solar panels الواح شمسية اللي بتستخدم في استخراج الطاقة الشمسية من الشمس وعندي كلمة translate يترجم translate translate يترجم speed سرع وده اسم delivery هنأكل delivery النهاردة خطبة التوصيل للمنزق او المكاتب businesses معناها مشاريع او اعمال تجارية ونكمل بيت الفوكاب بتاعتنا عندنا هنا language لغة وطبعا اتفادنا عندنا حارف G لو دي بعد E أو I أو Y مستمتدع G هنا language لغة push يدفع مش يترجم فلوس يدفع يعني يزوء هاجه يعني electricity كهرباء electricity كهرباء وعندي هنا كلمة correction تصحيح correction تصحيح wing جناح wings أجنحة wing جناح wings أجنحة predict يتنبأ predict وده فعلا منتظم predict يتنبأ prediction ده التنبؤ ده الاسم منه النون منه وعندي كمان هنا كلمة machine اياه لاخدناها بلي كده invent يخترع invent يخترع technology technology translation ترجمة translate ترجمة translation ترجمة resources مصادر resources مصادر وعندي كلمة research معناها بحث research بحث لكن search بس يعني أبحث لكن research كنا نعمل research على جوجل لكن research ده البحث results نتائج results نتائج shopping التسوق shopping التسوق online عارفنا طبعا المتصب بالانترنت أو صفة أوزار في نفس الوقت هنأخذها المتصب قدام شوية type نوع choice اختيار shop معناها محاله بتيكي في verb معناها يتسوق shop يتسوق try يجرب أو يحاول pollution التلوث pollution التلوث benefits فوائد benefits فوائد oh you deenly oh you deen you deen يعني له دين عند حد coat معناها معطف أو بلتو coat معطف أو بلتو اللي هو البلتو الطويل شوية أطوى من الجاكت نبدأ نكمل بقية الكلمات عندي كلمة للافعال unnecessary ضروري على عكسها unnecessary زي happy happy و unhappy yes فو المفيد useless لعدي من الفائدة for مع مؤيد against معناها ضد فيماس مشهور unknown غير معروف warmer اكثر دفقا cooler اكثر برودة agree معناها يوافق عكسها disagree معناها يرفض وعندي بعد كده real حقيقي on real غير حقيقي وعندي strong قوي و weak ضعيف ندخل بقية في شرحة اليونت نشوف ال definitions بتاعتنا وبيجينا سئلة عليها في الامتحان زي ما احنا عارفين عندي هنا كلمة app اخصال لكلمة application يعني تطبيق أو برنامج على الموبايل أو ال lab a small computer program يعني برنامج كمبيوتر صغير that you can use ويمكنك أن تستخدمه on a mobile على التلفون المحمول بتاعك or on a mobile phone or other electric device أو على جهاز device عن جهاز جهاز electronic device جهاز electronic اخر motorbike اللي هو الدركة النهرية اللي هي الموتوسيكل a form يعني نوع يعني أو شكل a form of transport شكل من وسائل النقل with two wheels اللي هو عجلتين اللي هو عجلتين كويتشين يعني and an engine اللي هو موتور طيب اما الهيليكوبتر اللي هي التقرية المروحية form of transport يعني نوع من أنواعنا وسائل النقل that flies using long thin parts بطير باستخدام أجزاء رفيعة وطويلة اللي هي الرش بتاعتها اللي هي المروحة بتاعتها on top of it يعني في أعلى أعلى الطيارة that turn around يعني بتلف المروحة بتلف and round وكمان بتلف تاني very quickly بسرعة جدا عشان تجعل على الطيارة أما كلمة headphones سماعات الأذن a piece of equipment يعني معدة أو قطعة من المعدات that you wear تستخدمها over your ears فوق أدانك so that لكي you can listen to music تستمع الموسيقى without anyone else hearing it بدون أي حد ثاني يسمعك وعند كلمة translate يعني ترجم change words into a different language يعني يغير الكلمات إلى لغة مختلفة وعند speed يعني سرعة how fast something moves يعني السرعة اللي بيقدر يتحرك بيها أي شيء عندنا هنا متلازمات لفظية عند كلمة have الفعل have ياخد معي have free time لديه وقت تفراغ have money لديه مال have choice لديه اختيار كلمة have معنى يملك أو عند أو لديه أو يتناول أما كلمة save لها بتيجي بمعنى يوفر أو يتدخر يحوش يعني وسعب بمعنى ينقذ ويحفظ واننا بنعمل save على الموبايل وبنعمل save على الكمبيوتر save time يوفر وقت save money يدخر مال أو يحوش مال بعد كده عند كلمة waste عكس كلمة save يعني يهدر المال يبقى مسرف شخص مسرف waste money يهدر مال waste time يضيع وقت أو يهدر وقت don't waste your time لا تضيع وقت أو لا تهدر وقت وعند الفعل go daiman 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 go shopping jazhab التسوج go swimming jazhab للسباحة نبدأ نشوف النوت بتاعتنا على الدرس بتاعنا على listening reading عندي will be able to خدنا كلمة able to معناها قادر على تسوي كلمة can يعني يستطيع 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 أو يكون قادر على تستخدم من التابعة المقدرة في المستقبل طيب اهو i will be able to do well all the shopping in one place انا سوف اكون قادر على ان انا اعمل كل التسويق من مكان واحد يبقى will be able to لما اكبر i will be able to drive a car سوف اكون قادر على ان انا اسوق عربية i will be able to use a computer انا سوف اكون قادر على استخدام الكمبيوتر بيجي بعدها فعل في المصدر زي كان بيجي بعدها مصدر will be able to بيجي بعدها فعل في المصدر prefer معناها يفضل ممكن تعتبرها زي like كده بالظبط like بيجي بعدها ايه بيجي بعدها ايه بيجي بعدها ايه بيجي بعدها يفضل like وحب زي بعض prefer you like you like i prefer going to real shops in my city انا افضل اذهاب الى محلات حقيقية في مدينتي واحد بيقول i prefer chopped fruit انا محب الفواكه المقطعة يبقى خلي بالك خلي بالك هنا ده مش التصريف التالت بتاع خلي بالك لفعل chop اصلا معناه يقطع chop قطع لا ده هنا التصريف التالت ممكن يستعمل مقصفة ده معناها مقطع متقطع يعني i prefer chopped fruit انا افضل الفواكه المقطعة طيب هنا would you like مصدر خدنا قبل كده would you like مصدر هي فين مصدر هي هي would you like would you prefer مصدر هل تفضل ان او يفضل انا او يحب ان زي like بالظبط هي تفضل ان eat pizza تاكل pizza وعندي كمان number three هنا spend time يقضي وقت spend time وبيك بعدها خالي مضاف له ing i don't want to spend lots of time انا لا اريد ان اقضي وقتا كثيرا traveling to the shops في التنقل الى المحلات هنا spend يقضي وقت مع spend time with other people like to spend الاخرين بيحبوا يقضوا time with friends وقت مع الاصدقاء at the shops في المحلات هنا عندي الفعل try كما 4 يحاول أو يجرب وبيجي بعدها إما اسم يفعل try بيجي بعدها فعل في المصدر he tried to open the door هو حاول أن يفتح try to open try to مصدر try بيجي بعدها ساعات فعل مضافة ing او نون او try swimming جرب السباحة in this pool في هذا الحمام في هذا المسبح it's great إنه شيء رائع you should try english food أن تجرب الطعام الإنجليزي يبقى كلمة try to يحاول أما كلمة try ing يجرب وكلمة try ونون برضو بمعنى يجرب طيب تعالوا نشوف رقم 5 يقوليني هنا ايه number 5 some verbs turn into nouns بعض الأفعال تتحول إلى أسماء by adding the suffix بإضافة البادئة سوري suffix الناهية t-i-o-n to them يعني في مقطع الصوفيكس ده مع مقطع يضاف في نهاية الكلمة خلاص يحولها إلى اسم اهو عند كلمة correct يعني يصحح أو يصوي بده فعل يبقى correction تحولت لإسم ايه الصوفيكس ده t-i-o-n لربح حروف دول دي اسمها ناهية تضاف لنهاية الكلمة تغير معناها invent يخترع invention t-i-o-n اسمها suffix مقطع وضيف في آخر الكلمة اختراع predict يتنبأ prediction تنبؤ translate ترجم translation ترجمة لاحظ استخدام نستخدم كلمة businesses كاسم جمع معدود بمعنى مشاريع تجارية أو شركات my father has a business in a suit بابايا عنده شغل أعمال في وكمان مشروعين تاني ان بنها وتستخدم اينا نكمل business كاسم لا يعد معنى عمل بيزنس برينجز طبعا اعتبرها مفرد جيب بعدها فعلا نضف له اس يبقى كلمة business احيانا تعد واحيانا لا تعد لو جد معنى مشروع تبقى تعد لكن لو جد معنى عمل تجاري بيزنس برينجز كلمة فرنسية اساسا the old always meat at cafe طبعا المقصود بكلمة the old لهم كبار السن دايما يتقابلوا على المقاهي الكافية طيب هنا اما كلمة coffee دي القهوة البن ذات نفسه اسم لا يعد ما يتعد لان دي تعتبر بودر بودرة زي دقيقة لا يعد it's unhealthy to drink a lot of coffee انه من غير الصحي او شيء غير صحيح ان انت تشرب الكثير من القهوة ويلا نحل على الكلام دوت i have mini انا عندي الكثير من الايه on my phone على تليفوني like facebook sound cloud and whatsapp طبعا عندنا هنا دول عبارة عن ايه عبارة عن ايه عبارة عن ايه apps application تطبيقات number two the internet is one of the greatest not of the time طبعا greatest the inventions الانترنت دوت واحد من اعظم الاختراعات on the time في العصر اللي احنا في ده number three are like planes تشبه الطائرات but they don't have wings لكن ملهاش اجنحة طبعا بتكلم على الهليكوبتر number four i like to wear my knot on the bus انا احب ان ارتدي ايه on the bus to listen to music عشان استمع للموسيقى طبعا بتكلم هنا على الهيدفون السماعات الازن خمسة this message is written هنا هذير سهل ايه تكتب in German في اللغة الالمانية can you not it to into Arabic هل يمكنك ان تترجمها translate تترجمها الى اللغة العربية number six do you think there will be many هل تعتقد انها سوف يكون موجود الكثير من الايه in your english homework في واجب الانجليزي بتاعك طبعا هنا بتكلم على كلمة corrections يعني تصحيحات هل تعتقد انها يكون في تصحيحات كتيرة في واجب الانجليزي بتاعك number seven my teacher always asks me to write الميستر بتاعي دايما يطلب مني ان انا اكتب the note of any project اكتب ايه هكتب resources اللي هي مصادر اي مشروع انا بعمله لازم اجيل المصادر بتاعت ان اجبت معلوماتي منين طيب عند رقم تمانية number eight do you note that the weather will get hotter in the future هل انت نقط الطقس سوف يصبح حارا في المستقبل طبعا بيتكلم عن كلمة predict اللي هي ايه هل تتوقع او هل تتنبأ ناشي كمل رقم تسعة number nine if the shops close لو المحلات اغلقت then lots of other not like cafes will close too لو اغلقت المحلات في محلات تانية او في اعمال اخرى سوف تغلق زي الكافيهات هتغلق ايضا طبعا بيتكلم هنا عن البزنس لو في اعمال تجارية اغلقت في اعمال تانية لو التسوق اغلق في اعمال تجارية اخرى سوف تتأثر زي الايه زي الكافيهات number ten عشرة ساينتيستيس العلماء will سوف a car عربية that doesn't make any pollution لا تؤدي او لا تعمل اي تلوث in the future في المستقبل هيعملوا ايه طبعا في العربيات هيعملوا invent هيخترعوا سيارة نبتع منش تلوث في المستقبل 11 some birds have strong بعض الطيور عندها strong ايه طبعا الطيور عندها اجنيحة عندها so they can fly for a long distance خلي بالك كلمة big تنفع مع الطيور بس كلمة big معناها منقار خلاص tails legs لا التيل ما عندهاش ديول عندها wings تصلية عن تطير مسافات ايه distance يعني مسافات long يعني طويل wings اجنيحة رقم 12 12 the road is not big enough الطريق مش كبير بشكل كافي for cars العربيات but you can go down it لكن يمكنك أن تمشي فيه on a motorbike بدراجة بخارية يعني الطريق داية ممكن ما ينفعش عربية تمشي فيه بالموتسيكليبس أو الدراجة البخارية رقم 13 the policeman رجل الشرطة asked me to give him طلب مني أديله the note of the thief list to help me عشان يساعدني طبعا طلب مني يديله ايه description وصف أو صفات thief list يبقى طلب مني أديله مصفات list عشان يساعده number 14 the teacher taught us الميستر taught التصريف الثاني بتاع teach درس علم الميستر علمنا how to translate كيف نترجم into Arabic إلى اللغة العربية translate into ديجي ما حرفت تجار into the cheetah اللي هو الفهد can run اللي هو أسرح في العالم the cheetah can run at the speed في سرعة of 120.7 كيلومتر per hour يعني 127.7 من 10 كيلومتر في الساعة بسرعة بسرعة الفهد سريع جدا ممكن يجيب بسرعة عربية 16 I like online shopping أنا بحب التسوق عبر الانترنت because we not more choices online because we have عشان عندنا الكثير من الاختيارات choices اختيارات online على الانترنت دي من مميزات الانترنت دعا نكمل الجرامر بتاعنا بتكلم على زمن المستقبل باستخدام will اخدنا المستقبل going to ومصدر هناخد دوات المستقبل will will معناها سوفة ودائما يجب بعدها فعل في المصدر will طبعا بتاخد كل الضمائر i he she it you they والاسم المفرد والاسم الجامع بيجي بعدها فعل في المصدر وممكن يختصرها ب apostrophe ll تخسر المثال the headphones will be سوف تكون very useful مفيدة جدا for traveling للسفر تعالوا نشوف النفي بتاع will وانتهى البساطة الحط بعدها not يبقى النفي بتاع will not بس سعب بتكذب want خلي بالا فيه كلمة اسمها want اللي هي يريد w a n t دي معناها ايه يريد دي اسمها want ودي اسمها want لكن دي w a n t ودي w o n able to الولد سوف لا يكون قادر على ride the bike ان يركب الدراج مش هيقدر يركب الايه الدراج يبقى want النفي بتاع will طيب will في اول السؤال معناها هل مفاعل مساعد معناها هل بيجي بعدها في المصدر برضو will you go swimming هل انت طبعا will زائد معناها هي معناها سوف يبقى هل انت سوف will you go swimming هل انت سوف تذهب للسباحة yes i will or no i won't اهو اما السؤال بقى يتكون من السؤال هل تستفهم فعل مساعد فعل 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 رقم واحد فعل مساعد هيبقى معنا will رقم اتنين فعل رقم تلاتة والفعل رقم اربعة والفعل بيكون في الماضي يبقى لما تلاقي will where will you go tomorrow اينا انت سوف تذهب بكرة الاجابة i will go وحط المكان انت عايز سروح طبعا الاسخدام المستقبل يستخدم للتعبير عن شيء سيحصل في المستقبل التنبؤ بالمستقبل بدون دليل ما عنديش دليل حاجة متوقعة انها تحصل تستخدم will المصدر عند التنبؤ بأحداث في المستقبل بدون دليل واضح على حدوث الشيء تأتي معها كلمات زي اي بريدكت انا اتنبأ اي اكسبيكت اتوقع بي شور اي ام شور انا متأكد بروميس يوعد ثنك يعتقد هوب يأمل اي هوب انا اعمل اي ثنك انا اعتقد اي بروميس انا اوعد اي اي ام شور انا متأكد اي اكسبيكت انا اتوقع اي بريدكت انا اتنبأ لو اجدت لك اي كلمة من الكلمات دي مفاتيح في زمن المستقبل يبقى حضرتك هتختار ويل والمصدر اي كمان معاها عندي كلمة مي بي ربما برهابس محتمل وعندي بربابلي برضو من المحتمل وبرهابس ربما كلهم برضو معناها معناهم زي بعض محتمل او ربما المثال اهو اي هوب لقى كلمة هوب they will build اتمنى ان هما سوف يبنوا lots of schools in Egypt الكثير من المدارس في مصر ربما they will make this clever jacket ربما هما سوف يعملوا او يصنعوا هذا الجاكت الزكي لكي يساعدوا الناس يكونوا اكثر دفئا الجاكت الزكي ده موجود عندك في الريدنج اجراء جاكت لما بتلبسه ممكن تدوسه على زرار فيه تطبيق كده أو برنامج بيخليك دافي او يشعرك بالدفئ نستخدم الكلمات التالية مع زمن المستقبل بسيط كلمة tomorrow بكرة المفاتيح tomorrow in the future في المستقبل كلمة soon قريبا وكلمة next next year السنة اللي جاية next week الاسبوع اللي جاي next month الشهر اللي جاي next Friday الجمعة اللي جاية وهكذا سهل جدا واخدنا قبل كده كتير الزكت الزكت ويلا نحل عليه ونشوف التطبيق على الاكسرسايز بتاعنا اهو اي هنا number one shops close in the next ten years في العشرة السنين اللي جاية ده مستقبل يبقى هسأل بوي هل المحلات سوف تغلق كمان عشرة السنين وكله بقى تسوق عبر الانترنت number two اي انا اعتقد ده مفتاح اهو خلي بالك اي اي انا اعتقد زه هيدفونز سماعات الاوزون very useful هتكون مفيدة جدا for traveling يبقى will be سوف تكون مفيدة للصفر عشان فيه عندي هنا اي مفتاحه i think number two number three do you predict اي مفتاحه او ما تلاقي predict يبقى will والمصدر do you predict هل تتنبأ او تتوقع that the weather ان التقص هه will والمصدر will get سوف يصبح احرر in the future او اكثر حرارة في المستقبل number four معايا life easier اسهل in the future مفتاحه في المستقبل يبقى والو المصدر الحياة سوف تكون اسهل في المستقبل number five الجرامر سهل جدا وغميل what invention اختراع ما الاختراع do you hope ها دي مفتاحه اللي انت ستتتوقع ها او تأمل we in the future we will see اللي احنا سوف نراه في المستقبل مرة 6 the boy hopes الولد بيتمنى المفتاحة هو او ما تلاقي كلمة hub يبقى له المصدر عطول الولد يأمل او يتمنى he not a new bike he will buy هو سوف يشتري دراجة جديدة seven i agree agree يعني يوافق that the jacket ان الشاكت want will مصدر هي will not بس يجايب شكل want will not want طبعا المصدر بتاعنا مين اسمه بي المصدر اسمه verb to be انا موافق ان الشاكت سوف لا يكون مفيد in Egypt في المصر ان مصر جواها معتدل number eight i hope مفتاحه يبقى ويلو المصدر عطول i hope that Egypt will become انا اتمنى ان مصر سوف تصبح the richest country ريش غني يبقى ريش است أغنى دولة في العالم in the world number nine no i not be بمصدر اهو free tomorrow مفتاحه بكرة يبقى ويلو المصدر او وانتو المصدر انا سوف لأكون فاضي او متفرق بكرة number ten what you do next weekend ده الاجازال اللي جاي ده مستقبل اللي يجب المستقبل مع الاربع دول ويلو المصدر كمام طيب نخش بقى complete التصفحيح الخطأ او مفتاحه او مفتاحه يبقى we will do على طول will قبل ما نكمل will do i think we will do shopping online more اعتقد احنا سوف نعمل تسوق على الانترنت اكتر ماشي number two i hope ادي مفتاحه i hope there will والمصدر will be المصدر هو بي المصدر بتعامه is و are هو بي i hope there will be less air pollution لس يعني اقل اعتقد او انا اتمنى انه سوف يكون هناك تلوث اقل number three i am sure انا متأكد ادي مفتاحه sure i am sure people will use اول ما تلاقي المفتاح دي will والمصدر عطور will use انا متأكد الناس سوف يستخدمون drones in the future اللي هي الطيار بدون طيار في المستقبل number four coffees الكافهات closing in the future ده مستقبل كلمة in the future يعني في المستقبل تمام اذا هنا هنقول will والمصدر اللي هي will close سوف تغلق سوف تغلق number five باسم boot اشترى laptop next week مفتاحه الاسبوع اللي جاي يبقى will buy will والمصدر رجع boot لمصدر boot when سوف يفوز number seven سوف يفوز بالمسابقة بكرة seven people hope life الناس تأمل مفتاحه ان الحياة will be easier what in the future هو بيقولك هو مستقبل will والمصدر يبقى will سوف تكون أسهل في المستقبل eight do you think هل تعتقد ان سندوس طبعا think hey هل تعتقد سندوس pass here next english test انتهانها القادم ده كله بيقولك مستقبل do you think سندوس will pass will سوف pass تنجح أو تكتاز ده الفيوتر نخش بقى على قاعدة f نكمل بيت الجرامب داعنا المستقبل قاعدة f الشرطية خدناها سنة للفاتي تقولك تذكر أو ما قولك remember بدي حاجة انت خدتها قبل كده الحالة الشرطية الاولى the first conditional اللي هي قاعدة f يعني كلمة f يا شباب نعناها اذا او لو او عندما وييجي بعدها مضارع بسيط والجملة التانية will والمصدر او want والمصدر طبعا will بيجي بعدها مصدر يعني مضارع بسيط يعني فعل في المصدر او مضافل وفي قمى في النص لما الرابط يجي في الاول في انه بين الجملتين بيكون في قمى وبعد كده الجملة التانية مستقبل will والمصدر فاعل وبعد كده will جملة مستقبل يعني طب افرج افرجات في النص مافيش عندي مشكلة هي وين طبعا مين معناها عندما اف وين بيصاوا بعض تمام يجي بعدهم ايه برضو زمان مضارع بسيط طب قبلهم هيجي ايه will والمصدر او want والمصدر هي النفر بتاعها تعني اخد امثلة كده اذا 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 انا اذا اذهب الى المحلات انا سوف اقضي الكثير من الوقت خلي بالك بنحط كومة اهو زي ما انا قلت قبل بداية الجملة التانية في حالة وجود اف او وين في البداية لو اف وين جمف الاول بين الجملتين بنحط ايه بنحط كومة خلاص يبقى هنا بيقول لك اذا او عندما تذهب للتسوق اذهب للتسوق اي ويل سفين سوف اقضي وقتا كثيرا في التسوق اهو اي ويل دو شفت كده الجملة الاولين اللي فوق ايه اف اي ادي في المضارع بسيطة اهو والجملة التانية او المصدر طب هنا ايف جت فين جت لك في النص اهو جت وين كمان مش مشكلة وين جت في النص هيجي بعدها ايه مضارع بسيط وقابلها ايه ويلو المصدر اهو اي ويل دو هدي المستقبل اهو ويلو المصدر اي ويل دو اول ماي شوپنج انا سوف اقضي كل التسوق بتاعي اونلاين على النت وين اي ام اولدر لما اكبر اي ام ده مضارع اي ام عندما اكون كبيرا في حالة السؤال بنسأل بويل في اول السؤال معناها هل اهو ويل علي ويت فورز باس هل علي سوف ينتظر للباس اف ات از اف جت في النص اهي بعدها مضارع وقابلها ويل ويل مصدر هل علي سوف ينتظر الباس اذا هو تأخر يس هي ويل او نو هي وانت ماشي اما في السؤال ادي المسأل بتاعنا اهو الفيال المسأل بتاعنا بيكون ويل ويف يتيجي في النص اهو what will the teacher say ماذا سوف الميستر يقول if i don't understand the lesson لو او اذا انا لم افهم الدرس ايف جت في النص هي جاب لها ويل ويل مصدر اهو وجيب عديها مضارع بسيط منفي don't understand تمام طيب مثال تاني اهو هي اللي جيب على السؤال ده he will help you to understand the lesson هو سوف يساعدك ان تفهم الدرس هدي هنا ويل ودي المصدر السؤال في زمن المستقبل يبالي نظام الإجابة تكون في نفس ايه نفس الزمن اما usage بقى الاستخدام بتاع قاعدة if we use the first conditional to express prediction نستخدم الحالة الشرطية الاولى للتحدث عن اشياء نتوقع حدوثها في المستقبل لو بتذكر كويس المتوقع هتنجح لو بتلعب كويس المتوقع هتكسب ده اسمه تنبؤ في المستقبل we use if or when بنستخدم اذا او عندما with the present simple مع مضارع بسيط followed by future simple مدبوعا بي زمن المستقبل البسيط عندما هدى تزور وين جي بعدها مضارع بسيط القاهرة she will والمزل هي سوف تشتري some new shoes بعض الاحزاية الجديدة نمبر المسال الثاني hassan will not use the internet hassan سوف لا يستخدم الانترنت to buy food لكي يشتري طعام when he is older عندما يكون هو اكبر سنن وين اهي يبقى عديها مضارع بسيط قبلها will not والمزل تعال نحل عليها ونطبق على الشرح ده شباب number one اهو وين هدى كاير وبص الجملة التانية ايه will والمزل يبقى قبلها مضارع بسيط يبقى وين هدى هدى ده مصدر هدى قز مفرد يجي بعدها فعل مضافله اس مضارع بسيط يتكون من فعل في المصدر او مضافله اس مصدر مع مين مع i u we they واسم جمع اما اس مع مين مع hi u it واسم مفرد وهده اس مفرد اهو جي بعدها فعل مضافله اس ده المضارع البسيط الجملة الثانية فيه كما في النص المضارع البسيط الجملة الثانية will والمصدر مستقبل number two what closes ادي if جات في النص ايه وبعدها it is ايه ده مضارع بسيط this cold يبقى عندي what closes ده تستفام عايز فعل مساعد وبعد كده فاعل طب هنا what closes will I wear ده فاعل I وفاعل في المصدر ده تكوين السؤال ادي استفام فاعل 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 خلاص ده اجابتنا ما الملابس will I wear التي سوف ألبسها if it is cold اذا كانت طقس او لو كانت طقس باردا number three if I ادي ايه في الاول هيجي بعدها مضارع بسيط I بيجي بعدها فاعل في المصدر من غير ما نتكمل إذا انا اذهب للمحلات I will spend will المصدر يبديل حلال اولى will المصدر مضارع بسيط will المصدر I will go I will spend a lot of money اذا انا اذهب للمحلات سوف انفق الكثير من المال كلمة spend معناها يقضي وقتا او ينفق مالا number four if I help my mother ادي if واجي بعدها مصدر يبديل حلال الاولى اذا انا اساعد امي at the weekend في نهاية الاسبوع الجملة التانية اي فاعل will must she will have هي سوف يكون عندها more free time وقتا كثيرا وقت فرق اكتر number five if there is fish ادي ايف فجاد في الاول واجي بعدها از يبديل حلال الاولى اذا كان في سمك in the super market i will must i will must i will buy a kilo سوف اشتري kilo number six we out of the weather is fine tomorrow tomorrow ويبقى ويبقى we will go out نحن سوف نخرج if جاد في النص هيا if في النص هيا جي بعدها is مدرع بسيط نحن جي بعدها مدرع بسيط قبلها اولو المصدر نحن سوف نخرج من البيت يعني اذا التقس يكون ايه كويس بكرة بتنبأ بتوقع number seven what it if it rains ادي if جاد في النص وهدي فعلا مدرع بسيط بديل حالة الاولى يبقى السوال بيتكون من ايه مرفع عليك ايه السفان فعلا مساعي فعلا what what will happen ماذا سوف يحدث what will happen ماذا سوف يحدث ويالو المصدر if it اذا التقس او اذا الجو rains امطر او سوف يمطر number eight when i am twenty one عندما اكون عندي واحد وعشرين سنة ده مدرع بسيط ام ام دي مدرع اشخاص خلي بالك ام و از و ار دول مدرع يبقى الجملة التانية will المصدر i will buy a car انا سوف اشتغل سيارة nine سالي ساد ادي if اه و ادي fails يعني يسقط او يرصب ده مدرع بسيط يبقى will مصدر sally will be سالي سوف تكون حزينة if she fails اذا هي سيئة اي حد بيرصب او يبقى حزين نخش على correct mona will look online for a new phone mona سوف تبحث على النت على تليفون جديد when she will و المصدر يبقى الجملة التانية مصدر او مضاف لقص هنا she بيجي بعدها ايه فعال مضاف لقص number two حسن not use the internet to buy food when he is older ادي وين دي بعدها مضارع بسيط سوف يستخدم الانترنت عندما يسبح كبيرا يبقى حسن ايه will و المصدر و المنفية يبقى هون won't use won't use سوف لا يستخدم الانترنت to buy food لكي يشتري طعام عندما يكون اكبر number three who will i talk to سوف اتحدث معه if i ده هنا وين هو المصدر يبقى دي في حالة الاولى يبقى هيجي بعديها مضارع بسيط مسبت او منفي if i لما يجي لك not جنب الفعل بعضك في if i don't know anyone at the shop يبقى النفي بتاع المضارع البسيط اما don't ومصدر او doesn't ومصدر طبعا don't know او doesn't know ام تاخد don't لو هنا في i و you we they واسم جمع طب ام تاخد doesn't لو هنا في he she it واسم مفرد number four if my mother ادي اذا امي اسم مفرد يبقى بعدها فعلا بضفل اس يبقى if my mother هتاخد have ده مفرد ده بياخد has if my mother has more اذا امي لديها وقت فراغ اكثر we will او الجملة التانية الجملة التانية في كما هي شايف ها we will go out نحن سوف نخرج number five if ادي اف في النص ايه اف في الاول ايه وجاء بعدها مدرع بسيطة هو يبقى الجملة التانية ولو المصدر عطور احفظ if بعدها مدرع بسيط الجملة التانية ولو المصدر طيب if جاءت في النص هيجي بعدها مدرع بسيط وقبلها ولو المصدر if i am not l l اذا انا ما كنتش مريض i will المصدر بس هو اقول لك not يعني انفيها want او ما اعز احفظ مفروض احط will المصدر طب هو عايز اكتب will يبقى هتكتب want will مصدر سوف لا اذا انا مش مريض انا سوف لا اأخذ الدواء طبيعي number 6 when we have free time عندما نحن يكون لدينا هادي 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 مصدر هي يبقى الجملة التانية will المصدر اذا كان او اذا كان عندنا وقت فراغ free time we will المصدر we will go اذا هنا win جات في الاول هي وif مفيش مشكلة بيجي بعدها مدرع بسيط وفي كومة هي يبقى الجملة التانية will المصدر او number 7 what you do if ادي اف هي جي بعدها مدرع بسيط اهو مصدر او if you win the competition انت فست بالمسابقة يبقى عايز اعز فهم فعل مساعد فعل فعل ماذا انت سوف تفعل اذا انت فست بالمسابقة كده فرحون number 8 سار buy a car if في النص هي وبعدها ايه هذا هي يبقى انا مدرع بسيط if she has enough money اذا كان لديها وقت مال كافي يبقى هنا عايز if بيك بعدها مدرع بسيط وقبلها ايه ولو المصدر يبقى سار will buy سوف تشتري a car عربية لو كان معاها مال كافي جنر الاكسرسيز هنقرأ listening مع بعض يا شباب اسمع معي huda loves shopping online هده بتحب التسوق عبر الانترنت هتسمع بودنك وتبدأ تحل الاسئلة دي معي it was it saves time ده هو يوفر الوقت she doesn't want to spend lots of time هي مش عايزة دوقت تتير traveling to the shops في التنقل عبر المحلات she can stay ومكنها انتبقى at home في البيت and buy what she needs تشتري ما تحتاجه in a few minutes في عدة دقائق قليلة نشوف كده الحل بتاعنا هنا what does online shopping receive التسوق عبر انترنت بيوفر بيوفر الوقت بيوفر time do you think huda likes traveling to shops هل تعتقد ان هبا 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 هدى تحب الذهاب الى التنقل الى المحلات طبعا الاجابة لا where can she shop online اين يمكنها ان تتسوق عبر الانترنت طبعا الاجابة at home في البيت what does huda love هدى بتحب ايه هدى طبعا بتحب shopping online التسوق عبر الانترنت يلا نكمل الديالك بتاعنا بيقول هنا وفا is talking with رحمة about technology وفا بتتكلم مع رحمة عن التكنولوجيا فبتقول لها what are you reading about رحمة بتقري ايه يا رحمة هتقول لها i am reading خلي بالك هنا في ايه في هنا are you فاكرين لما يمكن يقول how are you الاجابة i am يبقى لما تلاقي are you في السؤال حولها الى i am وده and j مضارع مستمر نفس الزمن i am reading انا بقرأ about ما جبتش حاجة من عندي كله موجود فوق about ايه about technology انا بقرأ عن technology are you interested in technology هل انت مهتمية بال technology are you هتبقى yes i am او yes of course اي حاجة كله صح yes i am ايوة انا مهتمية او sure او yes of course كل ده ينفع معنا هيدا هيدا سؤال هيدا سؤال هيدا سؤالت لها i think انا اعتقد the mobile phone التليفون المحمول is the most important invention اهم اختراع موجود على الاطلاق يبقى سؤالتها هيدا سؤالت لها ايه what do you think the most ما جلتش حاجة من عندي كله موجود تحت هو the most important invention من كم هنا فوق invention في رأيك ما هو اهم اختراع قلت لها اعتقد انه هو mobile phone سؤالت لها for me بالنسبالي the internet is more important الانترنت اكثر اهمية يبقى هي كده ما اتقى رأيها ولا مش موافقة يبقى هتقول لها i disagree or i don't agree اللي بتنصح انا مش موافقة i don't agree انا مش موافقة على رأيك ده ده بالنسبالي الانترنت اهم اختراع سؤالت لها because لان يبقى لها ايه قلت لها why ليه ليه بتقولي كده because it helps us لانها تساعد لانه يساعدنا do researches بنعمل عشان نعمل ابحاث and get many things ونحصى على الكثير من الاشياء قالت لها i agree with you دي من قولها انت لما تكون متفقين مع بعض في رأيي بعض اللي تشوز number one people use blankets to feel الناس بيستخدموا البطاطين عشان يشعروا بالايه اشعروا بالوارمر in cold weather اكثر في التقس البارد اكثر دفئا number two i mean give an opinion i mean اعطى رأيه about اشرف عن but لكن سوري but اشرف لكن اشرف ايه ترى ما في رأي but ممكنها انتمشي في سرعة عالية number four scientists العلماء that we won't use oil ان نحن ان احنا سوف لا نستخدم البترول in the near future في المستقبل القريب طبعا دي كله تنبؤ او توقع predict يا تنبأ number five she is using hair هي بتستخدم hair to listen to music عشان تستمع الموسيقى طبعا الكلام على الهيدفونز سماعات الرأس ترجم قبل ما تحل احفظ كلماتها وتتها ترجم number six in the future في المستقبل cars will make less في المستقبل السيارات سوف تعمل القليل من الايه pollution طبعا التلوث number seven if you study hard اذا انت بتذكر بجد you your exams طبعا القعدة if ادي if وهدي مدارع بسيط اهو مصدر اهو يبقى بعدها ولو المصدر يبقى you لو انت if you study hard لو انت بتذكر بجد يبقى انت سوف تكتاز will pass سوف تكتاز سوف تنجح في امتحناتك اذا 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 انا بخلص واجبي النهارده اذا انا بخلص واجبي النهارده باتا اذا 남자 اshelf عرب عرب hum بعدها will Shine will vide if you finish my homework early اذا انا بخلص واجبي بدري سوف ارحلي senator will watch tv يبقى want وانت تنفع بس لو المعنى مش ماشي معاه هنا ويل والمصدر الحل ويل والمصدر او وانت والمصدر اللي اتنين دولي جابتهم صحة في القواعد لكن خلي بالك من المعنى ويل يعني سوفا لكن وانت سوفا لا لو خلصت بقدي سوفا او شاهدت تلفزيون نمبر تن الميستر ورانا او عرض لنا نقطة انسر طبعا الاجابات الصحيحة بتاعت الانتحان نمبر 4 لو عندنا وقت فراغ فاضي طبعا اف جد في الاول ودي هاف مدارع بسيط يبقى الحل ويل والمصدر نمبر 2 سارا سوفا لا تخرج افشي از بي نفكها بام و از و ار المصدر هو بي لكن بعد بيجي ايه بيجي از نمبر 3 افشي افشي ايه بيجي ايه بيجي ام ايه بيجي أسيل او بم تلاقي افشي ايه بيجي أسيل اتمنى ان ازيل ويل ماذا سوف تفعل اذا انت طرعت الاول البراجراف محلول في اخر الكتاب يتكلم عن موضوع الدرس الاول والثاني خلصنا الدرس اول والثاني يا شباب بدأنا راحة الترمي الثاني ان شاء الله بالتفوق باذن الازل هترمي الاول كده ان شاء الله يا شباب وبسرعة عيدك اعذر لايك والشير والسبسكرايب كان معكم مستر اسمعين حلمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته